اشتركوا في القناة وصول قداسة البابة وادروس بابة الاسكندرية وبطريارك الكرازة المنقصية وايضا وصول رئيس عبدالفتاح السيسي وضيفه الكريم رئيس ابو مازن اقف الان في اكبر كاتدرائية في الشرق الاوسط واقف الان في مصر الحقيقة انه من الرائع ومن الطبيعي ايضا ان تكون اكبر كاتدرائية في الشرق الاوسط موجودة في مصر القبطية مصر التي عرفت الاديان والديانات منذ الاف السنين وعرفت الاديان المسيحية منذ الفي عام وعرفت الاسلام من اكثر من الف وربعمائة عام مصر القبطية اعتقد انه في احيان كثيرة بيسأل الناس عن الالحان الكنسية اللي بيسمعوها في الكنيسة الحان مثل كيريا لايسون نتابع معا وصول قداسة البابة ودروس الان الى الكاتدرائية المرقصية من المتوقع انه كما القى قداسة البابة ودروس بكلمته امام مسجد الفتاح العليم ستكرر هذه اللفتة الجميلة ويلقي فضيلة الامام الاكبر الشيخ احمد الطيب كلمة ايضا من امام كاتدرائية ميلاد المسيح هي اكثر من مجرد لفتة انها محاولة وطريقة للتعبير عن الوحدة والحقيقة ان الرسائل اليوم صعب احصائها الرسائل اليوم كثيرة ومتعددة تشاهدون معنا الان لقطات من الخارج لكاتدرائية ميلاد المسيح الكاتدرائية الاكبر في الشرق الاوسط كما ذكرنا واللي بتسع لعشرة الاف مصلي حقيقة كان من ضمن الاسئلة اللي بتشغلني النهاردة هل معقول الناس هتيجي في الجو ده وفي الحرارة دي عشان تحضر افتتاح الكاتدرائية النهاردة لكن اعتقد انه الكاميرا تقدر تواريكم عدد الحضور قد ايه موجود هنا وقد ايه رغم برودة الجو الشديدة جدا هنا في العاصمة الادارية واعتقد في مصر كلها الا انه الجميع حرصوا على المشاركة لانه بالفعل حدث تاريخي احنا بننتظر الان انه الكلمة من فضيلة الامام الاكبر وبيتم الاستعداد لها الروح زي ما حضراتكم شايفين هي روح صافية وهدية ولا يشوبها اي محاولات سبقة من محاولات التعكير بحب جدا قول ذكر منتبع دلوقتي موكب رئيس عبدالفتاح السيسي وهو يقترب من كاتدرائية ميلاد المسيح المسافة زي ما ذكرنا لحضراتكم وزي ما ذكرها زميلي رامي اكتر من عشرة كيلومترات ما بين الكنيسة والجامع ان يتم افتتاحهم في يوم واحد هي رسالة كبيرة الممر ما بين الكنيسة والمسجد سيظل ممر مهم جدا وسيظل اكتر من مجرد رمز ندعوك يا رب الخيار يا الله يا رحمتهم لمن دعا يا الله ونبقاً دوماً طريق أمن المجيح ضروق النجام يا الله ندعوك من قلب علي 그는 priv Ruism يا خير السهر وحفظنا ناهى المدن أنهى السلام عدل وجهة تريدك سألناك نعم لك ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عدل وجهة عدل وجهة ندعوك يا رب الخيار يا الله يا رحمتهم لمن دعا يا الله يا الله وإن الأنا دور أرى المجي يا رحمتهم يا رحمتهم يا رحمتهم يا رحمتهم يا رحمتهم يا رحمتهم لا قطنقر يا رحمتهم اشتركوا في القناة موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة بأن أكون في صحبة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وسيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة والأخ العزيز قداسة البابا تاودرس بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية لأشارك في افتتاح صرحين كبيرين بل أكبر صرحين من صروح العبادة في مصر من أقصاها إلى أقصاها ونحن إذ نتكلم في هذا الموضوع كلمات قليلة أرجو أن لا أضيل فيها أعتبر أن هذا الحدث حدث استثنائي ولم ربما لم يحدث من قبل على مدى تاريخ المسيحية والإسلام وذلك فيما أعلم فما أعرف أن مسجداً وكنيسةً بني في وقت واحد وانتهي في وقت واحد وبقصد تجسيد وتجذير مشاعر الأخوة والمودة المتبادلة بين المسلمين وإخوتهم المسيحيين ما أعرف أن حدثاً كهذا حصل قبل أن نشاهد اليوم هذين الصرحين البالغي القدر من حيث العمارة الفنية ومن حيث العمارة ومن حيث العمارة أيضاً التي يحق لمصر أن تفخر بها على سائر الأمصار ويحق لعاصمتها الجديدة أن تزهوى على سائر الأمصار وإني إذ أعبر عن نفسي وعن هذا الوفد الرفيع المستوى من الأزهر الشريف أعبر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكرنا الجزيل على هذا الإنجاز الرائع وأيضاً في ذات الوقت أتقدم لأخي العزيز قداسة البابا ومن خلفه وحوله إخوتنا المسيحيين في مصر وفي خارج مصر أتقدم لهم بأجمل التهاني بهذه الكاتدرائية الجديدة التي ستقف دون شك شامخة إلى جوار المسجد الجديد مسجد الفتاح العليم في صمود وفي رمز يتصديان لكل محاولات العبث باستقرار الوطن وأيضاً بالوقوف في محاولات بعث الفتن الضائفية ولن أطيل عليكم ولكن لا بد من كلمة في موضوع الكنائس فيما يتعلق بموقف الإسلام منها موضوع الكنائس في الإسلام موضوع محسوم وهو ملخص فيما يلي أولاً الإسلام أو دولة الإسلام ضامنة شرعاً لكنائس المسيحيين ولمعابد اليهود هذا حكم شرعي وأيضاً إذا كان الشرع يكلف المسلمين بحماية المساجد فإنه وبالقدر ذاته يكلف المسلمين بحماية الكنائس والمسلمون يتقدمون في حماية الكنائس على إخوتهم المسيحيين وهذا ليس حكماً يأتي هكذا مجاملة وإنما هو حكم قائم على آية من القرآن الكريم نحفظها جميعاً وإن كان معناها أحياناً وللأسف الشديد يخفى على كثير حتى من المتخصصين هذه الآية هي التي تكلف أو تأذن للمسلمين بالقتال من أجل الدفاع عن دور العبادة لليهود وللمسلمين وللمسيحيين معاً ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً الآية التي أمرت المسلمين بأن يحموا مساجدهم هي نفس الآية التي أمرت المسلمين بأن يحموا عدور العبادة بالنسبة لغير المسلمين ومنها الكنائس ومنها المعابد أيضاً ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران من معاهدات ضمن لهم فيها ضمن لهم كنائسهم وضمن لهم أن تبقى كما هي ضمن لهم أن لا يقربها أحد أن لا يدخل شيء منها ولا من حيزها في مسجد ولا في بيت مسلم ضمن لهم أن يضربوا أن يضربوا نواقيسهم ضمن لهم صلبانهم ضمن لهم كل ذلك ثم قال في آخر فمن فمن يعني فمن خرج عن ذلك أو من لم يؤدي هذا العهد فهو خائن لله ورسوله أخيراً أقول ليس من العلم ولا من الحق في شيء أن تستدعى فتاوى قيلت في زمن معين وظروف خاصة مثلاً حينما كان الرومان يتربصون بالإسلام الذي هو الدين للوليد الجديد أو في الحروب الصليبية أو في بحاكم التفتيش في الأندلس يستدعون مثل هذه الفتاوى التي كانت احترازية ووقائية في ذلك الوقت ويستدعونها وكأنها فتاوى عابرة على حدود الزمان وحدود المكان ليفتو بها اليوم بأنه لا تجوز أو لا يجوز في الإسلام بناء الكنائس هذا خطأ شديد واسألوا التاريخ ينبئكم بأن كل كنائس مصر بنيت في عهد الإسلام وبعد دخول الإسلام في مصر وعلى مسمع ومرأة من علماء الأزهر ومن فقهائه منذ أكثر من ألف عام لا أطيل ولكن أكرر شكري سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الإنجاز الرائع والذي كما قلت يحق لمصرنا أن تفتخر به وهو يقدم للعالم كله شرقا وغربا أن مصر هي النموذج الأمثل والقدوة في التحاب والتآخي بين الأديان وبخاصة بين الإسلام والمسيحية وعلى وجه أخص بين المسلمين وإخوتنا المسيحيين وشكراً لكل السواعد المصرية الفتية العظيمة التي أنجزت هذين الصرحين في وقت قياسي يشهد له الجميع كل عام وحضرتك بخير سيادة الرئيس وكل عام وحضرتك بخير والإخوة المسيحيين في مصر وفي العالم كله والسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 عدك مشرفنا في كتادراية الميلاد المسيح اللي تم إنشاءها في قلب العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة خمستاشر فدان بزيادة اثنين فدان عن الكتادراية الحالية اللي في العباسية وعلى الطراز الابط المصري الكتادراية هو الترا Selic وتتكون من دور بضروم أسفل الدور الأرضي بيشمل كنيسة تسع ألف مصلي بالإضافة إلى قاعة مناسبات تسع ألف وخمسمائة فرد بالإضافة إلى قلنات لكبال كبار الزوار ومخازن إدارية الدور الأرض يا فاني من الستك ما شرفنا فيه دلوقتي ده بيسع سبع تلاف مصلي الستك السبع تلاف مصلي دول في الكنيسة الرئيسية الارتفاع القبو بتاعها يصل إلى تمانية وعشرين متر يعلوه قبة رئيسية بقطر أربعين متر وارتفاع تسعة وتلاتين متر تم تزيين بهو الكنيسة بتلاتة وسبعين أيقونة تحكي حياة السيد المسيح والشهداء والقدسين من المصريين دور الميزانين يا فاني من الموجود ده بيتواجد عليه خورس الشمامسة وتلاتة مدبح اشترك فاني فيه تنفيذ الكاتدرائية أربع شركات مصرية وطنية بالإضافة إلى عشر شركات متخصصة تعمل معها كان بيعمل في الكاتدرائية فنم تمن تلاف فني ومهندس وعامل تم تنفيذ الكاتدرائية في تلاتة وعشرين شهر اعتبارا من صدور الأمر من سيادتك في الأول من فبراير 2017 حتى انتهى تفنم بحمد الله في نهاية ديسمبر 2018 الاجمال يا فنم عدد المصليين او الساعة الاجمالية للكاتدرائية تسعة تلاف مصلي بيحيط بالكاتدرائية فنم على خمتاشر فدان صور من الخرصانة المسلحة بارتفاع ستة متر يتخلله اربع بوابات رئيسية واي امر فنم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اه خلوني في البداية ان انا ارحب بكل الضيوف اللي موجودين معانا النهاردة اللي هم في خامة الرئيس ابو مازل الرئيس الفلسطيني والضيوف من وضيوف من اشقائنا الدولة العربية الشقيقة والصديقة برحب بيهم ان هم يحضروا معانا هذه اللحظة التاريخية وكمان اسمحول ان انا اوجه في هذه اللحظة برضو كل التحية والاحترام لارواح شهدائنا المصريين اللي ساقطوا انا بقول كل المصريين مش هتكلم على الجيش والشرطة والمدنيين من اشقائنا المسيحيين او حتى في المسجد اللي هم تم الاعتداء عليه انا بس عايز اقول لكم حاجة اللحظة دي لحظة مهمة قوي لحظة مهمة في تاريخنا اسمعوني يا طيب اسمعوني من فلقوا اللحظة دي لحظة مهمة جدا لان احنا لما كنا من سنتين موجودين في الكاتدرية في العباسية وقلت القدس البابا ان احنا ان شاء الله خلال العام القادم احنا نبقى موجودين وبنحتفل واحتفلنا بالمرحلة الاولى النهاردة بنحتفل احتفال كامل بانتهاء البناء في الكاتدرية وفي المسجد الفتاح العليم المعنى اللي احنا بنقصده هنا ان احنا بنقول لبعضنا ونقول لانفسنا ان احنا لن نسمح لأحد ان هو ابدا يعني يؤثر انا مش هقول في يعني فتنة طائفية التعبير ده انا مش بحبه لان احنا مش كده احنا واحد احنا واحد وهنفضل واحد فالمعنى اللي احنا بنسجله النهاردة هي شجرة المحبة هي شجرة المحبة اللي احنا غرسناها مع بعض محبتنا لبعضنا لبعض شجرة دي لسه عايزة يتحافز عليها ونخلي بالنا منها ونكبرها لغاية لما سمرها تخرج من مصر للعالم كله اللي هي المحبة والتسامح والتأخي بين الناس وبعضها بين الناس وبعضها اسمعوا كلامي الفتن لن تنتهي طيب اسمعوني بس اللي حفز مصر اسمعوا كلامي اللي حفز مصر ربنا سبحانه وتعالى وهو اللي هيحفزها لجل خاطر اهلها لجل خاطر اهلها اهلها ناس طيبين اللي هو انتم كل المصريين ناس طيبين وبالتالي حفز اسمعوا كلامي بس اسمعوا انا مش عايز اخد الوقت كله من الوقت كله بتاع ما يصحش ما يصحش عشان فاااا بقول الشجرة دي حتخرج من هنا المحبة والمودة والتأخي بيننا وبين بعضنا ولازم تكونوا عارفين ان الفتن لن تنتهي ولكن اليقظة والوعي وهنا اقتبس من كلام قدس البابا واقولوا فينو تلاتاشر تم الاعتداء على الكنائس وبعدين لما قالوا القدس البابا قالوهم وطن وطن بلاكنائس وطن بلاكنائس خير من كنائس بلا وطن الكلمة دي انا والله ما حنساها لك قدس البابا صحيح الكلمة دي كانت بتعكس معاني عظيمة جدا جدا نتوقف كلنا عندها اللي هو اذا حفزنا على اوطننا لما حفزنا على اوطننا مش بقى بنصلح اللي تدمر لا ده احنا بنبن جديد احنا بنبن 14 مدينة فيها المساجد والكنائس وفيها كل حاجة يبقى الاصل في الموضوع اللي المعنى العظيم اللي قاله قدس البابا ان احنا عينينا وعينا فهمنا حرصنا على بلدنا نخلي بالنا منها نخلي بالنا منها وانا بقولها النهاردة كده في قمة الاحتفال الجميل والرائع ده ايوة ما تنسوش ما تنسوش ابدا ان انتو تخلوا بالكم من بلدكم لما حنخلي بالنا منها حنعمل بفضل الله كل شيء انا مش هطول عليكم كل عام منتو طيبين كل عام منتو طيب قدس البابا كل عام منتو طيبين وعيز سعيد عليكم وسنة سعيدة علينا كلنا وكل سنة منتو طيبين وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 موسيقى وبنوت وبنستيريسوس بخريستوس نشكورك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعدتنا وأتيت بنا إلى أزيسا أطلبو لك يا رحمة الله وأطرف علينا ويسمعنا ويعيدنا وأقبل إليه صلاة وطلبة أتي منهم بالصلاح يعني في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا الطباوي المكرم البابا البطري أرك الأنبات ودرس الثاني وشركائي في الخدمة الرسلية أبائنا الأصاقف المجتمعين معنا وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايا أنا يا أخو 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 من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب الباشر امنحنا أن نكمل هذه الليلة المقدسة وكل أيام حياتنا بكل سلامتين مع مخافتك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤمرات الناس الأشرار قيام العداء الخفيين والظاهرين إن زعها عنا وعن سيري شعبك وعن هذه الميدا المقدسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزخنا لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب على كل قوات العادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 اي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي موسيقى 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 حسب إرادته نعمة الله الآب فلتكن معنا آمين حبابي اسمو انت تري يا سسوة بيوتنا مشيرنا ببناء ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى 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 شكرا للمشاهدة 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 موسيقى 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 جمسوك بي جمسوك بي جمسوك بي جمع الشيكو بي جمع الشيكو جمع الشيكو جداً جماع صبوت جمع الشيكو مارو جاسف لتكليسية انتبه فلاوس مارو اسمه ايروخي الكاتدراه انتني ابرز بيك كيروس جابكنو متيوت ايم فريتن عن اسوم افنا فنجني السطن وهم فنوخ كعفور من جهب شوículه انفهم نفهم نفسي جنسو قبل يفهم شاينه كاتا التاكسي سمنشي ساده شوي صوينا من موربن يوتس وابن بطريان شيس بابا باطا وادرس بما حسنا نمني نيوت المتروبوليتس نمني بسكوبوس نيتكي نمين شوي صوينا من موربن يوتس وابن بطريان شيس بابا باطا وادرس بابا باطا وادرس بابا باطا وادرس بما حسنا موربن يوسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لنسمى الإنجيل المقدس من فميابينا المكرم البار المسلس الطوبة أبينا بلا بارع الرعاة رئيس رعيساء كانتنا خليفة القديس مرقص الإنجيلي العظيم في البطار كحبيب المسيح أبينا الطائر الانبان طواضرس السناني باب المدينة العظمى الاسكندرية وبطر يرك الكرازة المرقصية في كل بلاد مصر ومدينة إلهنا أورو شليم والنوب والسودان وليبيا وخمس المدن الغربية وكل أفريقيا وبلاد الشرق والمهجار إله السماي يسبت على كرسي سنين عدة وأزمنة سلمية مديدا ويعطي زمانا هادئا بهيجا ويعطينا نعمة ورحمة بصلوات وطلبات الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا مارمت البشير التلميذ الطائر باركاته أم 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 على الجبير ي أم ي عيدا من مسامي تلاتي المعلمنا داود النبي والملك الطاهر بركات علينا أمين الرب قال لي أنت ابني وأنا اليوم ولدتك سلني فاعطيك الأمم مراسك وسلطانك إلى أقطار الأرض فليرفعوا في كنيسة شعبه وليباركوا على منابر الشيوخ لأنه جعل أضوة مثل الخراف يبصر المستقمون فيفرحون أقسم الرب ولن يندام أنك أنت هو الكاهن إلى الأبدي على تقسم الكي صدق الليل يا أرب عن يمينك يا أبان الطائر الباب البطر يا الكلام بات ودرس الساني وشركائك في الخدمة الرسلية أبائنا المطار أبائنا المطار وأبائنا الأساقف المجتمعين معنا أرب يحفظ حياتكم ام فمينة الليل ايه ايه رويا مبارك الات باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجدد دائم ام اله 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 ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في ايام هيرودس الملك ازماجوس من المشرقي قد جاءوا الى ارشاليم قائلين اين هو المولود ملك اليهود فاننا رأينا نجمه في المشرقي واتينا لنسجد له فلما سمع هيرودس الملك اضطربه وجميع ارشاليم معه فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبت الشعب وسألهم اين يولد المسيح فقالوا له في بيت لحم اليهودية لانه هكذا مكتوب بالنبي وأنت يا بيت لحم ارض يهوزة ليست بصغيرة في ولايات يهوزة لانه منك يخرج مدبر يرعى شعبي اسرائيل حين اذ اندعى هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهره ثم ارسلهم الى بيت لحم قائلان اذهبوا وابحثوا بالتطقيق عن الصبي واذا وجدتموه فاخبروني لكي اتي انا ايضا واسجد له فلما سمعوا من الملك زهبوا واذ النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا واتوا الى البيت ورأوا الصبي مع مريم امه فخروا وسجدوا له ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هداياهم زهبان ولبانا ومران ثم اذا اوحيا اليهم في حلم ان لا يرجعوا الى هيرودس زهبوا من طريق اخرى الى كوراته والمهدو لله انا 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 والرح القدس الالى الاه الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين وهناكم جميعا بعيد الميلاد المجيد في هذا العام الجديد 2019 وفي هذا المكان الجديد كادت رأية ميلاد السيد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر بالأصالع النفسي وباسم المجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرزوزوكسية وهيئة الأوقاف القبطية والمجلس الملي العام والمجالس الملية الفرعية وكفة الهيئات القبطية والإكليروس وكل الشعب في مصر وفي الخارج وفي بلاد المهجر وهنأكم بهذا العيد المجيد وأولاً أود أن أشكر فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي حقق اليوم وعده أن يكون اليوم يوماً تاريخياً في تاريخ مصر وغير مسبوق وهو افتتاح مسجد الفتاح العليم وهو واحداً من أكبر المساجد وكنيسة كذترائية ميلاد المسيح وهي أيضاً كنيسة كبيرة ومن أكبر الكنائس في الشرق الأوسط وبهذه الصورة الجميلة نقدم رسالة رائعة لكل العالم عن ما هي مصر في تاريخها المجيد وفي حاضرها السعيد وفي مستقبلها المشرق كما حضر معنا اليوم السيد الرئيس عباس أبو مازي الرئيس دولة فلسطين والكثير من الرؤساء وأعضاء الوفود من الدول الشقيقة والدول الصديقة جاءوا للمشاركة معنا في هذا الحدث التاريخي من الإمارات والبحرين ومن الملكة العربية السعودية وكندا وجنوب إفريقيا وإيطاليا وأسبانيا ودولة الفاتيكان وفرنسا وقبرص واليونان والولايات المتحدة الأمريكية نشكر معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والسادة الوزراء الذي شرفونا كما حضر إلى المقر البابوي أيضا للتهناء وكان معنا في هذا اليوم التاريخي فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر مع وفد رفيع المستوى من القيادات الدينية وأيضا فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديارة المصرية والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف أيضا هناءنا بالعيد وحضر هذا اليوم الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعدد كبير من السادة النواب في مجلس النواب المصري أيضا سيادة الفريق محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وينيب عن سيادته وفد الرفيع المستوى من قادة القوات المسلحة اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح الكشكي مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية واللواء أركان حرب عبد الغني حسن عبد الغني رئيس هيئة التنظيم والإدارة واللواء أركان حرب عماد أحمد الغزالي قائد المنطقة المركزية العسكرية واللواء أركان حرب أحمد فتحي إبراهيم خليفة مدير إدارة الشؤون المعنوية واللواء أركان حرب محمود أحمد العدروس محجوب مدير إدارة الشرطة العسكرية نوجه كل الشكر إلى السيد اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والذي كان المايسترو في كتيبة العمل الجبارة التي وصلت الليل بالنهار في إنجاز هذين المشروعين الكبيرين مسجد الفتاح العليم وكادت رأية ميلاد المسيح ونشكر سيادة اللواء عصام محمد الشناوي مدير إدارة الأشغال العسكرية التي بأشرت هذا المشروع يحضر معنا الصلاة السيد اللواء مصطفى الشريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية نيابة عن السيد الرئيس وقد كان معنا منذ بداية اليوم واحتفالات اليوم نشكره لتعبه وحضوره ومحبته نود أن نشكر أيضا وزارة الداخلية وعلى رأسها السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والسادة اللواء محمد عمر لطفي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية واللواء نصير خليل محمد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون المالية والسيد اللواء محمد محمود توفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية واللواء عبد الناصر رفاعي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية والسيد اللواء عصام البشر مساعد وزير الداخلية لإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي والسيد اللواء حاتم كساب مدير الإدارة العامة بقطاع الأفراد والسيد اللواء باسم شعراوي وجميع النواب ومساعدي ومدير الأمن والقطاعات على مجهودهم في تأمين الصلاة في جميع الكنائس وتعبهم معنا في هذا اليوم نشكر معالي الوزير اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة والذي أناب عن سيادته السيد اللواء أيمن حلمي والسيدة العميد رانيا عبد العزيز نشكر جهاز الأمن الوطني السيد اللواء عسام سيام رئيس قطاع الأمن الوطني والسيد اللواء عادل جعفر نائب رئيس قطاع الأمن الوطني يحضر معنا السيد عمر موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق كما نود أن نشكر السادة المستشارين رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء المحاكم والقضاء ورؤساء النيابات العامة ونخص معالي المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء معالي المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاء ومعالي المستشار نبيل صادق النائب العام ويحضر معنا المستشار كامل جرجس نائبا عنه معالي المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والسادة أعضاء هذه الهيئة الموقرة نشكر أيضا السادة رؤساء البعثات الدبلوماسية وسفراء الدول المعتمدين بمصر والذين يحضرون معنا اليوم نشكر رؤساء الهيئات الحكومية وعدد من رؤساء وأساتذة الجامعات وأيضا نشكر جميع الأحزاب والاقتلافات السياسية والنقابات والجامعيات ومؤسسات العمل الأهلي الذين حضروا معنا نشكر أيضا الذين هنؤون من الطوائف المسيحية عن الكنيسة الكاثوليكية غبطة الباترياركي إبراهيم إسحاء ومع وفد كبير وعن الكنيسة الإنجيلية الدكتور القصة أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية يحضر معنا الصلاة المطران منير حنة مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وأفريقيا ونيافة المطران جورج شيحان مطران الموارنة في مصر والسودان أرسل لنا العديد من السادة الوزراء والسادة المحافظين برقيات التهنئة نشكرهم جميعا ونشكر جميع المهندسين والمكاتب الاستشارية التي شاركت في إنشاء وإنجازها المشروع مشروع المسجد ومشروع الكنيسة بكل أتعابهم وبكل خبراتهم التي وضعوها ورأينا هذا العمل المبهر في هذا اليوم سواء في الكنيسة أو في المسجد نشكر أيضا المجالس القومية المتخصصة والهيئات الحكومية والرقابية يحضر معنا الصلاة السيد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لقطاع الأمن نشكر الهيئة الوطنية للإعلام لنقلها الصلاة على الهواء مباشرة وكذلك جميع القنوات الفضائية المصرية والعربية والأجنبية والإزاعة المصرية وجميع وكالات الأنباء المحلية والعالمية وجميع الصحف والمجلات التي تقوم بتغطية الصلاة نشكركم جميعا على حضوركم ومحبتكم والواقع يا أحبائي ونحن نحتفل بعيد الميلاد المجيد خلق الله الإنسان وأودعه في جنة عدن وعطاه المواهب والنعم وخلقه كائنا شبعانا من الحب ولكن هذا الإنسان الأول آدم حواء اختار أن يكسر الوصية واختار أن يعيش هذه المخالفة والابتعاد عن الله وسقطه في الخطيئة ومنذ أن سقط الإنسان في الخطيئة صار إنسانا فارغا وكلمة فارغا فارغا من الحب وتحول الإنسان وصار كائنا جائعا إلى الحب إلى حب الله الذي يملأ قلبه فالخطيئة تضع حاجزا بين الإنسان وبين الله ويقول الكتاب المقدس الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله الخطيئة عملت كده وعاش الإنسان في دوامات المعاناة واليأس والخطيئة والعنف والجريمة والفراغ وصار قلبه فارغا طالما احتوى قلبه على الخطيئة صار هذا القلب في فراغ وصار يعاني الإنسان وما السبيل إلى هذا يأتي عيد الميلاد المجيد لكيما يقدم رسالة المحبة التي قدمها لنا السيد المسيح فالإنسان عندما سقط بالخطيئة فقد إنسانيته هو صحيح عايش ورايح وجاي وبتكلم وصوته عالي أحيان لكن إنسان عايش في فراغ داخلي ولذلك يرتكب كل الشرور التي نعرفها والتي لا نعرفها وابتعد الإنسان عن حياة المحبة وعن حياة السلام وعن حياة الفرح وحتى الإنسان عندما يفرح قليلا في حياته الأرضية يخاطب نفسه ويقول اللهم اجعله خير عشان فرح شوية وصار الإنسان في داخله فراغ عميق وفقد الإنسانية التي تجعله كائنا بحسب قصد الله وما السبيل أرسل الله أنبياء في العهد القديم وأرسل لهم نبوات كثيرة ولكننا عندما نقرأ في العهد القديم نقرأ عن الإنسان الذي زاغ وابتعد وارتضى الخطيئة سلوكا ومنهجا لحياته إلى أن جاء السيد المسيح وولد ومع ميلاده ولدت المحبة المحبة التي يحتاجها الإنسان كما تعلمون أيها الأحباء أن الإنسان ككائن له حاجات بشرية له حاجات بيولوجية يأكل ويشرب ويسكن ويلبس وله حاجات نفسية يريد أن يشعر بالحب وأن يشعر بالأمان وأن يشعر بالحرية وأن يشعر بالسلام وأن يشعر بالتقدير وأيضا له احتياجات عقلية يريد أن يعرف ويريد أن يستطلع ويريد أن يمتلئ بالعلم وبالمعرفة وله أيضا حاجات روحية فالإنسان يحتاج الله ويحتاج من يخفر خطيئته ويحتاج أن يعلم أن هناك حياة أخرى الخلود والحياة الآخرة أو الحياة الجديدة دي حاجات لأي إنسان فينا ولكن الحاجة الرئيسية في حياته أنه يحتاج إلى الحب بمعنى أنه يحتاج أن يكون محبوبا فيستطيع أن يحب الآخرين محبا ومحبوبا ولكن من يملأ قلبه بالحب الحقيقي جاء السيد المسيح لكي ما يجدد طاقات الحب للإنسان لأنه مكتوب هكذا أحب الله العالم فكان المدخل إلى الإنسان الذي تغرب عن إنسانيته هو من خلال الحب وجاء السيد المسيح يقدم حبا لكل أحد أحب القرية الصغيرة المدعوة بيت الأحم مين كان يعرف بيت الأحم دي قرية صغيرة خالص وأحب المدينة الكبيرة والتي كانت تعتبر من عواصم العالم أرشاليم أحب الرعاة المنسيين وسط زحام البشر الرعاة دول ما كانوش بيطلعوا بطاقة شخصية وكانوا يتوهوا في المجتمع ومالهمش صوت لأنهم يعيشون على هامش المجتمع وأحب أيضا المجوس العلماء الذين أتوا من المشرق وكان علمهم العالي يختص بالنجوم فرأوا نجما متميزا وعارفوا أن هناك مولودا ملكا أحب الفتاة الصغيرة اليتيمة الفقيرة مريم العزراء وأحب الأرملة الكبيرة في السن التي ترملت وصار لها 84 سنة حن النبي أحب يوسف النجار حارس أمنا العزراء مريم وأحب في نفس الوقت زكريا الكاهن وسمعان الشيخ وألي صباط زوجة زكريا الكاهن أحب كل المجتمع الذي حوله وجاء السيد المسيح لكي ما يشبع الإنسان من الحب الذي يبحث عنه ولذلك رسالة عيد الميلاد والمسيح المحب لكل إنسان هو يأتي ويقول أن الله ليس بعيدا عنك أن الله قريبا منك أحد الأسماء التي نقولها في عيد الميلاد عما نويل عما نويل تعني الله معنا الله صار قريبا من الإنسان الله صار في شخص السيد المسيح قريبا للإنسان لكي ما يشبعه من الحب اللي هو محتاجه فالرسالة الميلاد تقول لكل أحد أن الله لا ينساك أبدا وأن الله قريبا منك وأن الله يريد أن يمنحك هذا الحب فقط أن تأتي إليه وتطلب أن الله بالحب يستطيع أن يشبع إنسانيتك فتصير إنسانا بالحقيقة أحين الواحد يفتكر أن تحقيق الإنسانية يجي من خلال الأجهزة الجديدة والهي تكنولوجي والحاجات الدهية والتطور العلمي ويفضل الإنسان يتطور علميا ويزداد كآبة وعمر ما الأجهزة دي تسبب سعادة للإنسان لا تأتي بأي شكل من أشكال السعادة أبدا بالعكس نسمع أن هذه الأجهزة بكل التكنولوجي اللي فيها خلت الإنسان يفكر في الشر أكثر وأكثر ولذلك الحاجة اليوم لكل إنسان ولكل أسرة ولكل مجتمع ولكل وطن أن كيف يشبع الإنسان من حب الله كيف يشبع الإنسان من هذا الحب فيصير إنسانا محبا ومحبوبا ألاقي 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 مجتمع بيحبني أقوم أقدر أحب المجتمع لو نشأ الإنسان الطفل الصغير في أسرة تحبه هيطلع يحب المجتمع كله يمكن أني حضرت ويانا النهاردة الاحتفال الراقي اللي شفناه والعرض اللطيف بتاع الأطفال وهم بتسألوا أسئلة عفوية بإجابات جميلة جدا عندما يعيش الإنسان في مجتمع يشبع فيه من الحب الحقيقي وليس الحب العاطفي وليس حب المصالح وليس الحب الوقتي وليس الحب المزيف الحب الحقيقي حب الله عندما يشبع الإنسان إن كان طفلا صغيرا في أسرته وإن كان تلميزا صغيرا في مدرسته وإن كان شابا في جامعته أو في المجتمع اللي عايشين فيه أو في المؤسسات الدينية اللي بتهتم الدولة بإقامتها كمثل هذه الكنيسة وكمثل المسجد الذي افتتح في هذا المساء عندما يشبع الإنسان من الحب يعالج ضعف البشر فيعود الإنسان أن يصير إنسانا محبا مفرحا يصنع سلام مكتوب في العزة على الجبل التي قالها السيد المسيح طوبة للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون طوبة للجياع والعطاش إلى الحب حب الله فإنهم يشبعون عندما يلجأ الإنسان ويشبع من حب الله الذي صار قريبا منه فإنه يستطيع أن يكون إنسانا بالحقيقة هذه يا إخوتي الأحباء هي رسالة عيد الميلاد الذي يأتينا كل عام لكي ما يجدد طاقة الحب في قلب كل أحد إننا في هذا المساء ونحن نفرح ونعيد بهذا العيد المجيد نتذكر أبنائنا الشهداء الأحباء الذين قدموا دمائهم على أرض مصر نتذكر محبتهم وتضحياتهم ونصلي أيضا من أجل أسرة شهيد الشرطة الذي قدم دمائه بالأمس الشهيد الرائد مصطفى عبيد ونصلي أن يمنح الله كل العزاء لأسرته ولأحبائه ونصلي أيضا من أجل المصابين لكي ما يعطيهم الله نعمة الشفاء نصلي من أجل بلادنا العزيزة أن تحيا دائما في سلام وفي تقدم وأن تحيا دائما في وسط الأمم ونفاخر بمصرنا الحبيبة في كل أمة نصلي من أجل كل المسؤولين الذين يحملون مسؤولية هذا الوطن كل في مجاله لكيما يمنحهم الله نعمة ومعونة خاصة نصلي أن يحفظكم الله دائما في محبته ونصلي أن يعطي الله سلامه لكل العالم وخاصة في المناطق التي يشتعل فيها الصراع والعنف والإرهاب نصلي أن يمنحنا الله هذا الحب وهذا الهدوء لكيما نعيش زماننا نمجد اسمه القدوس ونعيش ونحن نبارك عمله في كل حين ليبارككم الله بكل بركة روحية وليعطيكم دائما من نعمه الكثيرة أود أن أذكر أن من السادة المحافظين الحضور معنا السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والسيد الدكتور كمال جاد شاروبي محافظ الدقاهلية والسيدة الدكتور منال عوض محافظ دميات والسيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ولفيف من السادة الوزراء والمحافظين ويحضر معنا أيضا السيد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب مندوبا على رئيس المجلس والسيد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس اتلاف دعم مصر ولفيف من السادة أعضاء مجلس النواب نشكركم جميعا وكل عام وأنتم بخير وليديم الله علينا نعمة في كل حين له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين آمين من الشيء نعمة 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 اشتركوا في المشارق والمقوس بيعوا حتى ادخلهم بيت الاح والسجد للملك الظهور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الكلمة الازل اتخذ جسدا وحل فينا ورأينا اشتركوا في القناة 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 ويمنح بيده كل نعيم ويشرك عليهم بالأنوار ومنذ قطابلة التمشير وأزعى نتل السر الأعظام حل الكلمة كالتدير وأخذ جسدًا منك يا مريم المجدونك يا رب الصباح أساكن في النور الأعظام يا من آتنا في النسوط وولد من العزرى ماريان ملك العظام مقال كلمات الأب الأزلية أتانا بحب وتقسى من عضر عفيف فانا قيام كقول البشير الذي ينشاد إنجيل الحياة الأبد أن الإبن الأزلية لوحان الكائن في الأحضان الأبوية بمصارته حل في العالم ورأينا مجدو بالعيان كمجد وحيد معظم إبن حق للأب الرحمن منحنا عفواً منعيم أحياتاً مشرقة بلمعان وقددنا بمولدي الكريم ودعينا بنينا له بالإيمان الليلويا 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 الش cherche برييام خليد في المنطق setup على نكش الليلويا المترجم للقناة 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 بالعافية والسلام في كل موضع صلواتهم التي يصنعونها عنا وعن شابك صلواتنا نحن أيضاً عنها نقبلها إليك على مسبحك المقدس الناطق السماء الراحة الدخور سير عدائهم الذين يرون والذين لا يرون ويسحقهم وذلهم تحت قدامهم سريعاً أماهم فاحفظهم في سلام وعدل في كنيستك المقدسة أيضاً فلنساء الله إليه ضابط الكل أبا ربنا وإلينا مخلصنا آه يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب الباشر أذكر يا رب اجتماعاتنا باريك ومن أملاد الكنيسة والدسة واغتماعاتنا يا رب أعطيهم تكون لنا بغير مانا ولا أخنص كمشياتك الطوبة ويا المقدسة بيوت صلاة بيوت طهار بيوت بركة أنام بأعلينا على عبيدك التي من بعدنا قم أيها الرب لله وتفرق جميع داك وليا رب من قدام وكك كل من قدس مكو القدوس أما شعبك يكون في البركة ولوف ولوف رباط رباط يصنعون يا رضاك بالنعمة الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الله رب داك مالك السماء والأرض أي رب نؤمن رب واحد بإله يسوع المسيح إبن الله الوحي المولود منها قدر وكذور نور من نور إلى حق من لاحق مولود غير مطلوب من نور مولود من نور وكذور 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 اشتركوا في القناة 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 وعطاها ايضا لتنبين القديسين وسيتها رقائلا خذوا اشربوا منها وكلكم لأن هذا هو دمي لذي العدل الجديد الذي يصفك عنكم عن كثيرين يعطى هذا مكفرة الخطايا هذا اصنعوا لذيكري هذا هو ايضا بالحقيقة فيها آمين لأن كل مرات تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني الى ناجي آمين 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 بموتك يا رب نباشر وبقيامتك المقدس وصعودك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانا تضعر إليك يا إله أهدى وفيما نحن ايضا نصع ذكرالام مقدسة وقيامتي من الأموات وصعود إلى السموة وكلوس عن يمينك أيها الآن وزوري الثاني لاتمن السماوات المخوف المملوى مكدان نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال أزجدوا لله بخوف ورعدات نسبحك نباركك نغدوه نسموه وزولي ننصد آمين وهذا الخبز يجعله جسداً مقدساً حقاً همين وهذا كاس أيضاً دمان كريماً للعبد الجديد الذي له وأيضاً حقاً همين يعطى هذا مغفرة الخطايا حياتنا بدية لمن يتناول من همين همين أسألك أيها المسيح إلى هنا سبت أساس الكنيسة همين وحدنية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا همين لأن مبر الإيمان سهل لنا طريقة تقوى أغرب رحاة أرعى تطبطهم والذين ارعونهم سبتهم همين يهليا يهليا أطيبان للإكليروس نسكاً للرهبان والرهبان لا رحاة أغرب رحاة لا رب ورحمة وداعة للفضلاء معونة للمساكين أشياء قويم والذين في الحداثة أدبهم لا رب ورحمة غير مؤمنين ردهم لتنقضي افتراقات الكنيسة لا رب ورحمة لتعظمها للبدع ونحن كلنا حسبنا في وحدنية التاقوى يا رب ورحم يا رب ورحم يا رب ورحم حج عنا مستققنا كلنا يا سيدنا أن نتناول من كدساتك طار الأنفسنا وكساتنا وأرواحنا لكي نكون جسداً واحداً وروحاً واحداً ونجد نصيباً ومراساً مع كافة ترسلين رجال ضوك منذ البد أذكر يا رب سلام كنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله ترسلين رسولة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية والضوط المقدسة الجامعة الرسولية الذين فيها وأولا نذكر يا رب أبانا الطبا والمكرم رئيس العصاقف البابا المعظم الأنباتة ودروس الثاني وإخوتهم في الخدمة الرسولية أبينا البطريارك الأنطاقي ماري أغناطيوس إفرام الثاني وأبينا البطريارك الأسيوبي أبونا متياسي الأول وأبونا البطريارك الأريتريي أبونا أنتونيوس الأول وشركاءه في الخدمة الرسولية أبائنا المطارنا والأساقف المجتمعين معنا صلوا من أجل رئيس كانتنا البابا المعظم الأنباتة ودروس الثاني بابا وبطريارك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وأخوتي في الخدمة الرسولية أبينا البطريارك الأنطاقي ماري أغناطيوس إفرام الثاني وأبينا البطريارك اليسيوبي أبونا متياسي الأول وأبينا البطريارك اليارتري أبونا أنتونيوس الأول وشركاء في الخدمة الرسولية أبائنا المطارنا وأبائنا الأساقف المجتمعين معنا وسائر أساقفتنا أهل أرسل أكسيين والذين يفصلون معهم كلمة حق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة لأروا قطيعك بسلام صلوا من أجل القمامس والقصوص والشمامس والإبزع كنين وسبع تغمات كنيستين وكل الخدام وكل الذين في البتولية وتهارت كل شعابك المؤمنين أذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا أذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل الموضع وكل ذرة بين الأرسل أكسيين صلوا من أجل خلاص العالم ومدينة نهازي وسائر المدن والأقليم والجزائر والأديار والأديار في هذه السنة باركها اطلبوا عن الزروع والعجب ونبات الحقل في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلى هنا لتنمو وتكثور إلى أن تكمل بثمرة عظيمة ويتحنن على قبلته التي صنعتها يادا ويغفر لنا خطيانا يا رب خلاص 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 وسدك ومقدارك ولمتك فرح وكل الأرض يروا حرسل تكسب أسمارك ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك الكدوس لأن عينا الكل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن استمعنا حسب صراحك أيام وعطيهم طعاما لكل زي جاسا املأ قلوبنا فرحا ونائما لكي نهن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح تذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السماء صلوه من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد لأن نشترك في تسكار تديسك أخدتني يا رب أن تذكرني أقدسينا اللذين أرضكم منذ بات أبائنا القديسين رؤساء الأساقفة وأبائنا الأساقفة أبائنا الرسل والمبشرين والإنجليين والشهداء وكل رواحي الصدقين الذين يكنوا يحب الإيمان والأكسر القديسة المملوة مكدن العذراق الحين والدة لله القديسة طاهرة ماريان التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة والكديس يوحنا الصعبك الصعب والشهيد والكديس استفانوس رئيس الشمام سوا والشعداء فنظر دلال انجلي ماركوس الرسول الطاهر والشهيد والبطريارك الكديس سوير سمع المنادي اسكروس والكديس أساناسيوس الرسول والكديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكام والكديس أساناسيوس الرسول والكديس أساناسيوس الرسول والكديس أساناسيوس الرسول أبانا الصديق العظيم الأنبان أبانا أبول الطاموهي وحز قيال تلميزه وسيدا الأباني قديس سين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيدان شيخ شيهيد والقوي أبان موسى ويحنس كامال سين الرسم وابانا أعنباش زوش الكس وابانا أبابا خمصاحب الشاكة وتدوس تلميزه وابانا أباش نود رئيس المتوحدين وابانا بويص تلميزه أبانا بنوبير وابانا بكارعس وابانا ببفنوتيوس وابانا بيوحن الساح وابانا بصمويل المعترف ويسطس وابلو تلميز وابانا ببيجيم الصديق وابانا باهرون وابانا ببهور وابانا بابافيس وابانا بفنيوس وابانا بامونس وابانا بارشليدس وابانا بارسنس الحكيم معلم أولاد المولود وابانا بصمويل الاسخاب صديو غلنيكوس وابانا ببس انتعو سلا بس الروح وابانا بامونس وابولاده الشهداء وابانا بارمين الناسك وابانا بميصير السايح وابانا بأكينوا أولادهم لباس الصغر آلين آلين وأبونا ميخايل البحيري تلمي إيزو وأبانا القديس البطريق الأنبا كيلوس السادس والعرش دياكن حبيب جيرجيس المعلم وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسولاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس المبارك الذي دعيا علينا آلين القارئون فليقولوا أسمى أبائنا البطارق القديسين الذين رقدوا الربين يحنفسهم أجمعين ويغفر لنا قطايا قطايا آمين قولان لك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأباد في أورو شريم السماء إياه في زاق آفك الموضع ونحن أيضاً الغربة في هذا العالم احفظنا يا رب في إيمانك ونعم لنا بسلامك إلى التمام كما كان وكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دار القرام واهدنا يا رب إلى ملاكتك لكي بازك ما أيضاً في كل شيء يتمكد ويتبارك ويرتفى اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك ما يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام لجميعكم ولروحك ويضاً 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 فنشكر الله إليه ويضابة الكل أبا ربنا ولانا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع دينا لفوق ونخدم اسمه العظيم القدوس هو أيضا فلنسأل وأن يجعلنا مستعقين لشركة أسعاد أسرار الإلهية الغير الميتة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة للقديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله وقدوس والروح القدس آمين واحد الولاب القدس واحد هو ابن القدس واحد هو الروح القدس آمين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله وقدموا مبارك رب يسوع المسيح ابن الله مبارك رب يسوع المسيح ابن الله آمين آمين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله آمين 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 مبارك رب يسوع المسيح ابن الله آمين آمين أمين 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 وأعترفوا للنفس الأخية أن هذا هو الجسد المحي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلى أنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا وليت لله بقديسة طاهرة مريم واجعله واحدا مع لهوتي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بلعص البنت وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحد عنا كلنا بالحقيقة يوم أن لا هوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا ترفت عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا بالخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن 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 أن هذا بالحقيقة آمين أطلب عنا وعنكم كل المسيحين الذين قالوا لنا من أجلهم وأن نذكورهم أوم في باء آية الراب سلام ومحبة ربنا يسوى المسيح معكم رتلوا بنشيدنا الليل يا صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمئية يا ربنا يسوى المسيح معكم يا ربنا يسوى المسيح معكم يا ربنا يسوى المسيح Wuhan يا ربنا يسوى المسيح يا ربنا يسوى المسيح موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى 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 موسيقى